السلام عليكم تاريخ صحفي لميس الحديدي تهنئ عماد أديب على برنامجه الجديد هنأت لميس الحديدي الإعلامي عماد أديب على برنامجه الجديد على سكاينيوز عربية وكتبت لميس أستاذ عماد ليس فقط عمدة عائلة أديب لكنه أيضا أستاذ نافي المهنة فهو أول من قدم برنامج حواري يومي على الهوى لمدة عشرة سنوات على قناة أربت حاور فيها الكبار من السياسيين والنجوم وصناع الأحداث من هنا بدأت صناعة التوكشو المصري وأضافت وأول من أطلق جريدة اقتصادية خاصة في مصر والعالم العربي العالم اليوم وصاحب واحدة من أكبر شركات الإنتاج السينمائي وقتها جود النيوز وتابعت عماد أديب تاريخ صحفي مهم ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد موسيقى